مرحبا بدك تزيد أعداد الفولوورز على انستجرام كيف تتعلم أي لغة بدك إياها عن طريق شات ويا ترى بتقدر تحافظ على صورك على فيسبوك كل هود القصص وغيرهم كثير خبرك اليوم الليلة بهونتاك ويلا مبلش كيف بتعرف إذا حسابك على انستجرام مهكر أو لا؟ بتعرف كيف بتفوت على بروفايلك على انستجرام بعدين على ثلاث نقاط اللي فوق بعدين بتعمل بحث على كلمة لغ وبين كذا خيار ما بيناتهم Where you're logged in بتختاره وبتقبص على حسابك على انستجرام بيطالك كل الأجهز اللي فاتح حسابك عليك إذا لقيت أي جهاز ما بتعرفه بتعمل select devices to log out وبتختار الجهاز وبتقول له log out وأكيد فورا بتغير الفاسورد تاعك أسرار بتخليك تجيب 10.000 متابع على انستجرام هدا السؤال ما حدا بالعالم مسألنيه أول شي لازم نحدد الهدف طبعنا بدنا نعرف كيف بدنا نبلش تعبسط لك إياها بدنا نعرف لمين بدنا نتوجه يعني في ثلاث توجهات أول واحد بيطو بي يعني business to business أي شركة بتتوجه لشركة مثلا تاجر ألعاب بالجملة بدو يتوجه لمحل ألعاب ببيع بالانفرق أو توجهنا هيكون بيطو سي business to client يعني شركة بتتوجه لازبونات أو توجهنا الثالث هيكون C to B يعني client to business مثل الفاشينيستا أو اللي بيعملوا دعايات للأكل بيتوجهوا للشركات أو المطاعم أو توجهنا شخصي يعني حتى تقولي أنا لا شركة ولا شيء أنا نزل صور وفيديوهات بس بدي جيب متابعين تمام بس حدد الهدف طبعك يصير عندك صورة واضحة شو بدك تنزل بوستات شو هنه هاشتاقات بدك تستعملات إذا حسابك business أول شي لازم يكون عندك بروفايل كتير حلوي وبايو كتير واضح مع رقم التليفون ويجب أن يكون عندك ويبسايت بقلبه وتكون هكي دايماً قطعة المصدقية لزبوناتك أهم سر حقلك هو أنك تشوف بوستات منافسينك يعني بدك تروح على المنافسين اللي قالك بنفس الدومين وتعمل search وتشوف شو البوستات العالم تتفاعل معهم وتقلدوا بس ع طريقتك حسابنا هو client to business لازم تروحوا عن شركات إلى علاقة بالشخصية تاعدكم يعني بتروحوا على مثلاً شركة بتقولولها أنا بدي أعمل لكم دعاية ببلاش إذا بعدكم مبلشين أو شركة بتعرفوها أو حدا بيقربكم أو حدا بيعرفها وهيك المنافسين تقول هيدا الشركة بينتبهو لكم بصير يحكو لكم وتعملولوا دعايات ببلاش كمال لازم تتعرف على أشخاص عند حسابات قوية عن Instagram وتتفقوا معهم وتتفقوا معهم أن يحطوا الدعاية للشركة اللي أنت عم تعملها دعاية عندهم على ستوري وهيك بيكبر حسابك بيكبر حساب الشركة وبصير تطلع مصاري أكتر وأهم شي دايماً تنزل قصص علاقة بالدومين اللي أنت عم تعملوا يعني إذا شخص عم بيروج لمطعم أو عم بيحب يأكل بدك نزل قصصات أنت عم تاكل بمطعم أنت تعطي رأيك بالأكل أنت قادة كل هالتفاصيل حركة سرية على Instagram تقدر من خلالها ترائب ولادك وتمنع ظهور أي محتوى لا يوجد لألون خطعة بروفيلك من بعدها ثلاث نوات اللي فوق تقبص على أو الإشراف بالعربي من خلالها هتعرف قديش أولادك بيصير في وقت على Instagram وكيف فيك تقلل هالوقت وستطيع تعرف الحسابات اللي عم بيتابعوها هتشوف الرسائل اللي عم تصلن وكمان إذا غيروا الباسورديت وكتير قصص لتقدر تحكم بكل هودة بتقول له Get Started وبتعمل invite لأبنك أو بنتك ومجرد ما يعملوا أكسبت عندهم صار عندك صلاحية تشوف وترائب كل شي من رأيك بهالأيام قديش صار هالشي مهم كرميل نظل محافظين على أولادك ميزة مخفية بWhatsApp إذا ما شغلتها حيخترقوا لك حسابك بلا ما تعرف بتروح على Settings بالWhatsApp بتفوت على وبتقبص على Security Notification بتضوية وهيك بتكون بالSafe Site يوصلك إشعار لأي شخص حاول يفوت على الWhatsApp من دون علمك حركة سرية بتخليك تحول كل صورك وذكرياتك الموجودة على Facebook على Google Photo أو Google Drive عشان إذا فجأة تسكر حسابك لسبب معين كل هالصور هتختفي وتصير بخبركان لتتجنب هالشي جبتلك حل كتير سهل بتروح على Facebook تقبص على ثلاثة خطوط اللي فوق بتفوت على Settings and Privacy وبعدين على Settings بتنزل آخر شي على إلى ثلاثة برامج ثلاثة برامج مهمة يجب أن يكونوا موجودين عندك على البتوب أول برنامج اسمه عن طريق هالبروغرام بتقدر تفوت على لابتوب تاني لا تتحكم فيه وتحلل له المشكلة ممكن يكون بشغلك التاني او ببلد تاني شو ما كان بس على شرط انه يكون هالطبيق نازل على اثنان لابتوب او اثنان ديسكتوب او لابتوب و ديسكتوب تاني واحد اسمه انكريبتو عن طريقه تقدر تحط باسوردات للملفات اللي بدك ايها واخر واحد اسمه ايرون ويبكام بيسمحلك توصل اللابتوب بالتليفون تستخدمه ككاميرا خارجية نزلوهن عنكن جربوهن وكتبولي رأيكم بالكومنت كيف تتعلم اي لغة مع الزكاية الاصطناعية عن طريق الاتشات؟ كأنك عم بتحكي مع شخص حقيقي فعلا بتفوت على موقع اسمه langotal.org وبتعمل get started هلأ بتختار اللغة اللي انت حابب تتعلمها انا نقات الانجليش مسلا بعدين بياخد كم معلومة عنك ومسلا شو هي لغة الام وشو مستويه بالانجليش وشو اهتماماتي وهل التفاصيل هلأ بعطيه اسمي وبعمل sign in وبقوله continue هتلاقي ناس من العالم الافتراضي بتقدر تحكي معهم وبيعطولك بتوعد انتويهن لساعات طويلة وبيعلموك تختار واحد منهم وتتواصل معهم عندك فكرة business حق مليون دولار وكتير قوية بس خايف تنفذها وتخسر فيها تبشرك تروح تستشير حدا خبير بهالقصص وبيبلاش لأما عزكاية الاصطناعية حتكون قادر تجيب مستثمر عنده خبرة قوية بهالمجال وتسأل السؤال اللي بدك يه هو يجاوبك اللي عليك تعمله ان تفوت على موقع اسمه validatorai.com إذا كالا استناعي جيب كل البيانات تاعت مستثمر اسمه RM Meister وإذا بتجي تسأله أي سؤال هون عن البزنس اللي عم تفكر فيه رح يجاوبك على كل شيء وبالتفاصيل وهيك بتقدر تستفسر منه عن كل شيء وبيبلاش خمس اسئلة إذا عرفتوا اثنين مننا فعلا بتكونوا أبطال وإذا ما عرفتوا ولا واحد مننا هايدي الصفحة ملأ لكم ويلا نبلش قديل يجب يكون عمرك لتقدر تعمل حساب عانستغرام 13 سنة مين أول ما نخترع شبكة الواي فاي هايدي لمار وين المكان اللي نطلق منه فيسبوك موقع اسمه فيسماش تابع لجمعة هارفرد شو هو أول فيديو نزل على يوتيوب مي أززوا أنا في حديقة الحيوانات شو هو اختصار URL Uniform Resources Locator وهيدي كانت قصصنا لهالأسبوع من هنا تك شوفكن أسبوع الشاي بأخبار تكنولوجية جديدة ما تنسوا اللايك وسبسكراب لما نصب هنا لبنان حتى بصلكم فيديوهات أول بأول إذا عندك أي سؤال اي استفسار كتب ليه بالكومنت أو دايريك ميسيج وأنا شخصيا حرد عليكم أو نسرين اشتركوا في القناة